تتواصل فعليات معرض ومؤتمر صحة أفريقيا في نسخته الأولى لليوم الثاني على التوالي ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركته 350 شركة وألفين ممثل هيئة حكومية وقطاع خاص لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعليات معرض ومؤتمر صحة أفريقيا في نسخته الأولى تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة 350 شركة وألفين ممثل لهيئات حكومية وقطاع خاص الهيئة عندها خبرة دلوقتي بعد النطج المؤسسي واجتياز الهيئة لتقييم الإسكوة وتقييم الهيئة العالمية اللي بتقيم المعتمدين فأحنا أصبح عندنا اعتراف عالمي كهيئة اعتماد للجودة مصرية محلية باعتراف عالمي المؤتمر والمعرض جيدان فهناك العديد من العارضين والمشاركين ونحن كمركز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نرى المؤتمر فرصة للقارة الإفريقية ليعرضوا ما لديهم وللفود المشاركة أن يقدروا ما تملكه القارة حتى إننا في وسط الجائحة يمكننا أن نخطط للمستقبل أما بالنسبة لندوات النقاشية فهي ثرية جدا بالمعلومات وأعطت فرصة كبيرة للأسئلة والإجابات ولمشاركة الخبرات وبهذا فهو مؤتمر جيد جدا المؤتمر يهدف لدعم طرق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين دول القارة الواعدة من أجل الارتقاء بالملف الطبي الإفريقي عن طريق تبادل الخبرات في الندوات والمؤتمرات النقاشية بين الخبراء والمتخصصين وفتح أبواب جديدة تسويقية للشركات نحن النهاردة بنقدم حاجتين عنصرين مهمين العنصر الأول هو سيارة إسعاف هيئة إسعاف المصرية ده أحدث موديل نزل مصر ودي تجهيزات سيارات الخاصة بمبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة السيارة مجهزة بالكامل كوحدة عناية مركزة كاملة بداية من تواجد الأكسجين للمريض ثم جهاز تنفس صناعي الأجهزة الخاصة بصدمات القلب الأجهزة الخاصة بقياس العامات الحيوية كل التجهيزات المطلوبة للتعامل مع حالات الإصابات أو الحالات المرضية كافة التجهيزات على مستوى عالي جدا تم دعوتنا لحضور المؤتمر كممثلين عن اتحاد طلاب الأفارقة نحن سعيدون جدا بالمشاركة حيث استطاع طلبة كلية الطب مقابلة الخبراء في الملف الطبي فالندوات والمعرض كان شيئا جيدا بالنسبة لنا في استفادات كتيرة أولها الحمد لله منتجاتنا منتج ممصري محلي 100% صنع عجبت أغلب كل الزوار الحمد لله وحصلت عقدات كويسة نشكر ربنا وفي ناس كتير مكانت الحمد لله مش متأكد أن ده بيصنع في مصر دلوقتي فدي حاجة فادتنا كاقتصاديا أننا هنصدر لهم منتجات عللية الجودة وتأتي استضافة مصر للمؤتمر الطبي الأفريقي الأول من نوعه ضمن توجه الدولة لتوطين الأطباء وصناعة الدواء والذي يأتي ضمن استراتيجية التنمية المستدامة الأفريقية 2063 لتطوير وتنمية أطر التعاون الأفريقي في جميع المجالات وعلى رأسها المجال الطبي كريم بيبرز التلفزيون المصري